موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة مؤتمر جنيف 2 يبدو بأنه هو زاوية الأكثر اتساعا حاليا في الأزمة السورية فيما ترمي موسكو بكرة إنجاح مؤتمر جنيف 2 في ملعب دول الداعمة للمعارضة السورية باريس ترفض مشاركة طهران في مؤتمر جنيف 2 كما ذكرت صحيفة النهار اليوم كما لم يفت الصحف أن تنقل ما قاله رئيس السوري بشار الأسد لوكالات الأنباء الأرجنتينية التي اعتبر فيها بأن التصريحات بشأن استخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية الغرض منه هو شن حرب على بلاده الأزمة السورية وموضوعات أخرى ستكون محور نقاش اليوم ولكن اسمحوا لي قبلها أن أرحب بضيفي في الاستيديو الأستاذ بول خليفة رئيس تحرير مجلة المجازين أهلا بك أستاذ بول هل تبحث فرنسا عن موقع لها في ظل توافق أمريكي روسي أو حديث عن توافق أمريكي روسي؟ طبعا فرنسا تشعر أنها أبعدت عن ما جرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسية بخصوص الملف السوري وهي تحاول أن تمارس بعض الضغطات الخجولة كي توضع في جو هذه المناقشات وكي يحفظ لها دور ما ولكن أنا أعتقد لسيما يعني بعدما قرأنا ما تقوله مراكز الأبحاث في فرنسا والمصادر الدبلوماسية والسياسية أن فرنسا لا تملك هامش من المناورة يؤهلها ويساعدها في أن تفرض أي شرط أو أن تعدل بالأجندة الأمريكية فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضع الأجندة دون مشاركة أحد وتقرر أن توزع الأدوار فيما بين حلفائها أو أدواتها في العالم وفي المنطقة ولكن هل هذا فقط يقتصر على فرنسا أم أيضا ينجر على الدول الأوروبية الأخرى كبريطانيا على سبيل المثال تاريخيا بريطانيا ملتسقة أكثر بالموقف الأمريكي وهناك قنوات شبه دائمة للتواصل والتنسيق والتشاور بين لندن وواشنطن وبريطانيا تعرف الهوامش المتاحة للتحرك ضمن الأجندة الأمريكية بينما فرنسا ما زالت تعتقد أنها قوة عظمة وأنها تستطيع أن تملي إرادتها أو أن تضع شروط ولكن في نهاية المطاف تكتشف أن الدور المناط لها هو صغير جدا ويعني تقبل به لأنها لا تملك أي قدرة على تحسين هذه المواقع التي تترك لها فأيام الجنرال شارل دوغول انتهت منذ زمن بعيد نعم سنتحدث أكثر حول الملف السروي لكن اسمح لي أن أنتقل لاستعراض أبرز ما جاء في عنوين الصحاف العربية لهذا اليوم مشاهدين نتابع هذا الرصد معاهبة اللابيطار السلام عليكم جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف العربية نستهلها مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية الجيش المصري يطلب الضوء الأخضر من الرئيس لحسم قضية المختطفين النجيفي يدعو إلى جلسة طارئة للبرلمان العراقي الثلاثاء البحرين تدين تصريحات إيرانية حول مداهمات داخلية إلى إيران ترشيح رفسنجاني يدفع المتشددين نحو مزيد من التطرف إلى مصر وصحيفة الأخبار الجيش جاهز لتحرير المختطفين ومبادلة الجنود بالسجناء غير وارد سكان التحرير في قلق والمتظاهرون غادروا الميدان الآن ننتقل إلى سوريا وصحيفة الوطن الرئيس الأساد مساهمة أي مؤتمر لحل الأزمة هي وقف إدخال الأموال والسلاح والإرهابيين إلى البلاد اعتبر أن مسألة بقائه أو عدم بقائه في منصب الرئاسة تعتمد على الدستور وعلى الانتخابات الرئاسية عام 2014 تصعيد ضد المسلحين في ريف دمشق وتفجير عبوة بسيارة في دويلعة تخبط في معارضة الدوحة والاقتتال بين النصر والحر يدخل مرحلة التصفيات تركيا أقل تردداً حيال جنيف الثنين والقاهرة تحث المعارضين على التوحد من سوريا إلى لبنان وصحيفة النهار التي تكشف وقائع المداولات الأولى للتمديد القرار النهائي غداً قبل أمر واقع الستين الأسادياً في استخدام السلاح الكيميائي ويستبعد استقالته تركيا تبدو أقل تردداً حيال فكرة انعقاد المؤتمر الدولي مئة يوماً على إضراب موقفه وانتناموا عن الطعام ناشطون لأوباما أعيدوهم إلى ذويهم أو حاكمهم نبقى في لبنان ولكن مع صحيفة الديار كلمة السر عند بري ولا حكومة قبل الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس المجلس دخول المدرعات السورية مدخل القصير والطوافات تواكب الوحدات الخاصة تخطيط أمريكي صهيوني عربي لتحميل العمادعون إلغاء الانتخابات الأسادياً في استخدام أسلحة كيميائية ضد المعارضة ويستبعد الاستقالة حدة التوتر تتصاعد بين الكوريتين كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى من لبنان إلى الأردن وصحيفة الدستور النصور إدارة ملف اللاجئين السوريين بكفاءة مع المحافظة على مصالحنا الوطنية التراونة الأردن لم يقايد يوماً موقفه السياسي بمساعدات اقتصادية الختام من الكويت وصحيفة القبس 216 منصباً قيادياً وإشرافياً وإدارياً شاغرة في المرافق الاقتصادية الأكثر أهمية الصواريخ الروسية للأسد صفعة للجهود الدبلوماسية وحكومات الأوروبية تتجسس على الصحفيين مع هذا العنوان نصل إلى ختم جولة اليوم على أبرز علاوين الصحف ونعود للزميلة وفاء لمتابعة آخر شكراً لك هباء على هذا الرصد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي يدعو إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة سلسلة التفجيرات التي حدثت في العراق لماذا تأتي هذه السلسلة في مثل هذا التوقيت وهل لها علاقة بالأزمة السورية طبعاً هناك ترابط واضح بين الساحتين العراقية والسورية وأيضاً الساحة اللبنانية فهناك ضغوطات متبادلة بين اللاعبين الإقليميين لسيما بين الدول الخليجية بقيادة السعودية وقطر وبين إيران وهم للأسف الشديد الأطراف المرتبطة بشكل أو بآخر بالمحور الخليجي تستخدم لغة العنف والسيارات المفخخة وغيرها لمحاولة فرض مشهد سياسي أو تعديل الموازين القوى السياسية في العراق كما في سوريا وهذا ما يؤدي إلى ما نراه فحسب يعني عندما تشتد الأزمة السياسية والكباش والخلافات السياسية نرى أن العنف يزداد على الأرض وأعتقد أن هذا مرتبط بشكل أو بآخر بالمؤتمر الدولي المنوي عقده حول سوريا نعم من الواضح بأن العراق تشهد سلسلة تشجيرات في نفس الوقت هناك يعني مزالت التظاهرات مستمرة في محافظة الأنبار ونحن نتحدث عن هواجس ومخاوف لدى الحكومة العراقية من انسحاب قوات حزب العمال الكردستاني إلى الداخل العراقي كيف نقرأ إذن الوضع في العراق في هذه المرحلة؟ يعني هذا الوضع طبيعي أن نصل إلى مثل هذا الوضع بعدما تم تفكيك الدولة المركزية في العراق وبعدما القوى الجهوية والطائفية والمذهبية استحكمت بالشارع العراقي للأسف الشديد وهناك أيضا القوى الإقليمية لسيما تركيا لها نفوز أو تحاول أن توسع دائرة نفوزها في العراق إذن العراق أصبح ساحة كما الحال في لبنان بعدما كان لاعب إقليمي وهم يحاولون أيضا أن يحولوا سوريا التي كانت إلى لاعب إقليمي أساسي ومحوري كذلك في صراع العرب الإسرائيلي إلى ساحة تتنازعها القوى الإقليمية يعني هذه ساحات يتم فيها تصفية حسابات نعم هذا أيضا من العنوين البارزة في الصحفة العربية لهذا اليوم كريعود لشرق الأوسط لبحث عمليات السلام والملف السوري على أي صعيد يمكن بحث عمليات السلام ما الجديد الذي تحمله الولايات المتحدة وما الجديد الذي تحمله على صعيد الملف السوري أيضا يعني بما يختص بما يسمى التسوية الجديد هو قبول ما تبقى من الجامعة العربية بمبدأ مقايدة الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن أيضا أعتقد أنه الهدف الأساسي المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة هي أن تضغط على ما تبقى من الجامعة العربية كي تقبل بمبدأ يهودية دولة إسرائيل ويهودية دولة إسرائيل إذا قبلها العرب هي تعتبر تصفية للقضية الفلسطينية لأن لها كما نقول مفعول رجعي يعني كل مطالب الشعب الفلسطيني بالأرض وبالعودة وبالهوية كلها تسقط ويكون العرب قد قبلوا بأن هذه الأرض بالأساس هي أرض يهودية فهذه هي أعتقد أكبر جريمة يمكن أن ترتكب بحق القضية الفلسطينية في أن يقبل العرب بيهودية دولة إسرائيل الذي يترتب عليه أيضا مستقبل عرب 48 فهذا يشرع ويبدو بأن حركة حماس لا ترحب بزيارة كيري في هذه المرحلة خوفا من ربما على المصالحة أعتقد أن حركة حماس للأسف الشديد دخلت في لعبة البازار وفقدت جزء كبير من هامش المناورة عندما تذهب إلى قطر ويعني تعتبر أن قطر هي الدعم الأساسي للثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولكن بالمقابل قطر هي من تروج لمشروع مبادلة الأراضي وهي التي تحضر الأرضية أيضا لقبول العرب بمبدأ يهودية دولة إسرائيل نعم نتوقف عند البحرين البحرين تدين التصريحات الإيرانية التي قالت بأن اقتحام الشيخ عيسى قاسم وهو مرجع الديني أعلى في البحرين خط أحمر يبدو بأنه هو تهديد الأعنف يصدر من إيران وكذلك هناك رد من قبل البحرين يعني لماذا يأتي هذا التصريح بهذا الشكل من قبل إيران لأنه فعلا اقتحام منزل آية الله قاسم هو قفزة نوعية في عملية الضغط وعملية القمع في البحرين وهم يحاولون من خلال هذا الاقتحام وضع خطوط حمر جديدة لا محرمات لا ممنوعات كل شيء متاح كل شيء مباح أنت تتحدث من قبل السلطات في البحرين من قبل السلطات والدول الخليجية التي تدعم السلطات البحرينية فهذه قفزة نوعية هدفها وضع خطوط حمر جديدة أو إلغاء الخطوط الحمراء التي كانت موجودة فهذا استدعى ردا أو تصريحا إيرانيا ملفت لأنه طهران منذ بداية الأزمة في البحرين كانت تتجنب بالتعليق على ما يحدث من أمور إلا بشكل موسمي فأعتقد أنه هذا يدل أنه الخلافات ما زالت كبيرة وأننا نحن بعيدين جدا عن أي تسوية في أي من الملفات التي الصعبة التي تحرق منطقتنا عقس ما يقوله في حال وجود أي تسوية أو تهدئة بين دول الخليج وإيران يمكن أن تحل مسألة البحرين أم أنها ستبقى مسألة داخلية صرفة هي بالأساس مسألة داخلية ولكن ككل المسائل الداخلية في كل العالم وليس فقط في دولنا تدخل عليها عناصر خارجية ودول إقليمية تؤثر على المشهد الداخلي هي بالأساس مسألة داخلية ولكن من المؤكد أنه إذا تحسنت العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية هذا يساهم في حل الأزمة في البحرين نعم سننتقل الآن إلى فقرة إقراء الحدث نستعرض فيها أهم ما جاء من موضوعات في الصحفة العربية لهذا اليوم نتابع النهار باريس مستاءة من إبعادها عن الاتفاق الأمريكي الروسي لا تخفي باريس استياءها من استبعادها عن مضمون الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن تحضير لمؤتمر جونيف 2 الدول الأوروبية تنتقد التجاهل الأمريكي لموقفها في هذا الملف وعدم التشاور مع باريس ولندن وعدم التشاور أيضا مع الدول العربية الناشطة على الساحة السورية إلى تركيا حول مضمون التحرك الأمريكي الروسي الذي لم يحدد حتى الآن سوى عنوانه وهو إطلاق حوار بين النظام السوري والمعارضة لوهلة يبدو أن وزير الخارجي الأمريكي جون كاري سلم بعد اجتماعه الأخير مع نظيره الروسي سرجي لابروف مفاتيح الأزمة السورية إلى موسكو ويبدو أن الموقف الأمريكي ثمرت اتصالات بين الإدارة الأمريكية واللواء محمد نصيف غير أن مصادر أوروبية اعتبرت أن لكل من الأمريكي والروسي حسابات مختلفة وأهدافا متضائبة الحياة الاتحاد الأوروبي وحزب الله ولائحة الإرهاب كشفت مصادر فرنسية مطلعة للصحيفة وأن بريطانيا طلبت رسميا الأسبوع الماضي من رئاسة الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب للاتحاد الأوروبي وأن وزراء خارجية الاتحاد سيبحاثون الموضوع في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري وقالت أن موقف فرنسا من الموضوع تغير لمصلحة إمكان الموافقة على الطلب بسبب مشاركة الحزب بالقتال في سوريا إلى جانب النظام المصادر قالت أن لدى باريس اختراحات متعددة بهذا الأمر لكنها تركز على خيارين وهما إدراج أسماء قياديين في الحزب أو الجناح العسكري على لائحة الإرهاب وتوجيه رسالة للحزب حول تورطه في سوريا بالتوازي مع ما يجري في الأمم المتحدة في نيويورك لجهة إدراج جبهة النصر على لائحة إرهاب الأمم المتحدة لكن باريس لا تريد تجاوز الخط الأحمر لزعزعة استقرار لبنان الشرق الأوسط الجيش يطلب الضوء الأخضر لحسم قضية المختطفين قالت مصادر الرئاسة المصرية للصحيفة أن الجيش طلبت ضوء الأخضر من الرئيس محمد مرسي لحسم قضية الجنود السبع المختطفين من خلال عملية هجومية لتحريرهم اليوم وذلك بعد يومين من مفاوضات يائسة يقوم بها عدد من القادة الإسلاميين الموالين لمرسي مع الخاطفين المصادر نفسها قالت أن مرسي منحاز للتفاوض وأن الرئاسة طلبت تمديد التفاوض تفاديا لوقوع ضحايا في حال السماح لقوات الجيش بالهجوم على الخاطفين الذين يطالبون بالإفراج عن عدد من ذويهم المسجونين بالقاهرة في قضايا جنائية مصدر أمني مسؤول في سيناء قال أن قوات الجيش والشرطة أنها توضع خطط يمكن استخدامها في حال وقف المفاوضات مع الخاطفين وتعثرها الاتحاد الأوروبي تهيى لدراسة وضع حزب الله على قائمة الإرهاب هل يمكن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة؟ ممكن أن يتم شيء ما على هذا الصعيد لسيما أن الضغوطات أصبحت كبيرة على الدول التي تمتنى حتى الساعة بإدراج الحزب على لائحة الإرهاب لسيما فرنسا ولكن بعد أن أعلن حزب الله صراحة أن مقاتليه يشاركون في بعض المعارك في سوريا لحماية المقدسات واللبنانيين الموجودين في منطقة القصير ازدادت هذه الضغوطات وضعفت حجج فرنسا أعتقد أن الجو في فرنسا أصبح مهيئ للانتقال إلى خطوة معينة التقرير سرد بعض الخطوات التي يمكن أن تقبل بها فرنسا إذن وضع حزب الله على قائمة الإرهاب هذا الأمر يتعلق بموضوع الأزمة السورية طبعا الموضوع ولكن الخيارات ضيقة وصعبة لأن أولا لفرنسا دور في لبنان وتطمح إلى دور أكبر لفرنسا قوات في جنوب لبنان في بيئة شعبية حاضنة للمقاومة وحزب الله وأيضا الموضوع الحديث عن جناح عسكري وجناح مدني وجناح في حزب الله هو حديث فارغ وهو يسمح بتأويلات وتفسيرات يعني من يعتبر أن هذا عسكري وهذا مدني وهذا سياسي وهذا يعمل في شأن الإنساني في حزب الله كل هذا يدخل في إطار الضغوط الكونية التي تصب في اتجاه واحد في خضم هذه المعركة التي يشهدها الإقليم ولكن في حال تم وضع حزب الله على قائمة الإرهاب ما الارتدادات التي ستنتج داخليا أو ستنعكس داخليا على الداخل اللبناني وأيضا قليميا يعني سوف يتسبب ذلك بتعقيدات كثيرة أولا كيف يمكن أن يكون حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية أو أشخاص مقربين من الحزب في الحكومة اللبنانية وهذا الحزب موضوع على لائحة الإرهاب أصبح في نصف دول العالم يعني هذه تسبب في تعقيدات سوف يدفع ثمنها الاستقرار في لبنان والأمن في لبنان نعم هناك معلومات تقول لطلاع ما نتحدث عن علاقة الاتحاد الأوروبي بوضع حزب الله على قائمة الإرهاب ولكن هناك معلومات تقول أن الولايات المتحدة ترغب في الجلوس والتفاوض مع إيران وأن مستقبلا ستجلس وتتفاوض مع حزب الله ما تعليقك على مثل هذه المعلومات وهل يمكن فعلا مستقبلا أن يتم مثل هذا التفاوض طبعا كل شيء ممكن بالنهاية الخصوم والأعداء يتفاوضون والحروب تؤدي إلى اتفاقات أو حتى الهزائم تؤدي إلى اتفاقات ولكن التفاوض حسب المنظور الأمريكي يتم تحت النار وتحت الضغط وتحت المزيد من العقوبات لا يريدون أن يجلسوا مع خصوم مرتحين ومتفوقين لهم هوامش مناورة كبيرة هذا اللعبة كلاسيكية نعم بالعودة إلى مؤتمر جينيف فرنسا ترفض أن تكون إيران مشاركة في مؤتمر جينيف لماذا ترفض فرنسا؟ هل هي تمارس عملية؟ هي أمريكا التي ترفض ولكن عن لسان فرنسا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقول ذلك علنا لأن هناك بعض التفاهمات وكلام آخر مع الروس حول هذا الموضوع وحول مواضيع أخرى فتكلف بعض العاملين لديها وبعض الحلاءة الذين يفضلون أن نسميهم حلفاء لها بإطلاق التصريحات في هذا الاتجاه أو ذاك ولكن أعتقد أن فرنسا إذا قررت أمريكا للأسف شديد نقول ذلك إذا قررت أمريكا أن إيران يجب أن تشارك لا تصريح ولا ألف تصريح من باريس يمكن أن يغير نعم ولكن ماذا عن الموقف روسيا؟ هل ستصر روسيا على مشاركة إيران في المؤتمر؟ هذا ما يؤكد أن هناك خلافات كبيرة حول موضوع المؤتمر الدولي وأن هناك وجهتين نظر أولا في موضوع مشاركة إيران ثانيا في موضوع مشاركة من هي المعارضة السورية فهناك كلام أمس وقبل أمس عن أن المجلس الوطني السوري هو الممثل الشرعي الوحيد للمعارضة السورية بينما روسيا تريد أن توسع مروحة المشاركين من المعارضين للمعارضة الداخلية لبعض المعارضين الخارجيين مثل هيسا مناء وغيره إذن هناك نقطتي خلاف بين روسيا والمتحدة المشاركين من المعارضين في المؤتمر ومن الدول الإقليمية هذا يعني أن هذا المؤتمر لن يكتب له النجاح نعم في تقرير لصحيفة النهار اليوم تقول بأن الاستراتيجية الإيرانية هي في تحويل الصراع الداخلي في سوريا إلى حرب مقاومة مع إسرائيل عبر وضع إمكانيات النظام السوري في تصرف حزب الله والحرس الثوري الإيراني لفتح جبهة نزاع في مرتفعات الجولان مما سيدفع الدول الغربية إلى بحث أو البحث عن حيلولة الوقوع في فخل انفجار المنطقة يعني هذا يعني ليس بسر هناك قرار سوري أخذته القيادة العليا السياسية في سوريا بأن تطلق يد المقاومة في الجولان يعني عندما تتغير قواعد اللعبة من قبل الإسرائيليين والأمريكيين يجب أن ينتظروا أن الخصوم وأعداء يغير قواعد اللعبة نعم نحن أمام قواعد جديدة قد تخلط كل الأوراق في المنطقة وأعتقد أن هناك حسابات كثيرة سوف تسقط وسوف يكتشف العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين أن حسابات الحق ليست كحسابات البيدر نعم في موضوع آخر أيضا ولكن أيضا حول الأزمة السورية وزير الداخلية الألمانية يقول بأن سوريا تحولت إلى معسكر تدريب للجهاديين الإسلاميين بأن هناك ما يتراوح بين 700 أو 600 أو 700 إسلام يخرجوا من أوروبا للمشاركة في الحرب السورية إذن أصبحت سوريا بؤرة استقطاب للجهاديين الإسلاميين نعم هناك مجموعة من الدول فاعلة في الاتحاد الأوروبي على رأس ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا التي تنظر بخوف شديد على موضوع المتشددين الذين يخرجوا من أوروبا إلى سوريا وثم يعودون وهناك في بلجيكا لسيما وفي فرنسا العديد من الفرنسيين والأوروبيين الذين قتلوا وهناك برامج تعليمية يتم تعليمة في المساجد بين قوسين لمحاربة التشدد والتأثير على ذهنية هؤلاء الذين يذهبون للقتال إذن هناك خوف من عودة هؤلاء إلى داخل الدول الأوروبية بعد انتهاء النزاع في سوريا طبعا هذه المشكلة الأساسية وهذا كان من المنتظر وليس من المستغرب أن يحصل ونحن نستغرب أن دول مثل فرنسا نظرت بخفة كبيرة إلى هذا الموضوع وسوف يدفعون ثمن ذلك وهذا ما تقوله لهم ألمانيا يتحدثون عن 700 ولكن هناك تقارير أخت تقول عن 2000 أوروبي من أصول مغربية وأيضا من الفرنسيين والبلجيك والألمان الأصليين الذين تدينوا الإسلام الذين ذهبوا ويقاتلون الآن في سوريا والعديد منهم قتلوا ويعودون مع هذه الأفكار المتشددة في هذه المجتمعات نعم ما هو لا فتنه في الوقت الذي تتحدث فيه موسكو وولاية المتحدة عن عقاد لمؤتمر جنيف 2 لمحاولة لحل الأزمة السورية أو حل حالة هذه الأزمة رئيس السوري بشار الأسد في تصريح لوكلة الأنباء الأرجنتينية يقول بأن اتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية هو تهيئة لخوض حرب ضد سوريا نحن إلى أي السيناريو هين أقرب أعتقد أنه احتمال تدخل عسكري أمريكي مباشر في الحرب في سوريا هو قريب من الصفر ولكن لأمريكا أسليب أخرى للتدخل العسكري من خلال حلف الأطلسي من خلال حلفاء أو دول أخرى ولكن على كل حال حتى لو أن هذا السيناريو أو الخيار مستبعد في الوقت الحاضر يتم دائما تحضير الأرضية وتهيئة الرأي العام له لا ربما في يوم من الأيام يوضع بشكل جدي على الطاولة بالفعل أن التحريك هو خيار موجود ولكن غير واقعي وغير قابل للتنفيذ الآن ولكن الأمور قد تتغير بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تضع على السكة في نفس الوقت سيناريوهات متعددة أحد هذه السيناريوهات هو تحضير الرأي العام لموضوع التدخل العسكري من خلال شيطنة النظام السوري نعم مستاذ بول ابقى معي سننتقل إلى فاصل سريع ونعود لمناقشة ما تبقى من حلقة اليوم مشاهدينا فاصل سريع ونعود إليكم مجددا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد وأهلا بكم أستاذ بول من جديد معنا اجتماع طارئ لوزراء خارجية خمس دول المملكة العربية السعودية الأردن تركيا قطر مصر في أبوظبي أمس أكدوا فيه أن لا مكان للرئيس بشار الأسد ونظامه وأعوان في أي تسوية سلمية قادمة في سوريا لماذا يأتي هذا الاجتماع الطارئ في هذا التوقيت في وقت الحديث أيضا عن مؤتمر دولي حول سوريا؟ طبعا يحاولون التأثير على الأجندة ويحاولون إفشال هذا المؤتمر الدولي وأعتقد أنهم قد ينجحوا في إفشاله وقد لا ينعقد أو تكون الأمال وهذا ما ينبئ بجولة جديدة من الحرب ومن العنف ومن القتل والتدمير في سوريا من يضغط على من؟ هل تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة؟ أم تقوم الولايات المتحدة بالضغط على اللاعبين الأقليميين لإيجاد أي تسوية؟ عندما لا يكون الولايات المتحدة الأمريكية رؤية واضحة رؤية واضحة وأسليب واضحة لتنفيذ هذه الرؤية تكون هوامش الأعوان والحلفاء أوسع فيستغلون هذه الهوامش ويلعبون داخل هذه الهوامش ولكن الأكيد أن السقف الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية وهو أن لا تدخل عسكري للحلف الأطلسي أو للولايات المتحدة في الحرب في سوريا هذا السقف غير قابل للتغيير في الوقت الحالي وفي الوقت المنظور نعم سنكتفي بهذا القدر حول الملف السوري سنتحدث عن مصر ولكن قبلها سنستعرض أبرز عنوين الصحفة المصرية مشاهدين نتابع هذا العرض ونعود لمناقشة ما جاء في هذه العنوين صباح الخير أزمة الجنود المختطفين في سيناء تصدرت اهتمامات الصحفة المصرية الصادرة هذا اليوم نبدأ من صحيفة الأهرام التي جاء في عنوانها الرئيسي وحدات خاصة من الصاعقة والمظلات لاستعادة الجنود المختطفين اجتماع مفاجئ للرئيس مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات لمتابعة الأزمة وعلى صفحات المصر اليوم نقرأ الجيش يتأهب لتحرير الجنود رغم وعود مرسي للإرهابيين عملية عسكرية خلال 48 ساعة لمواجهة 3000 تكفيري وأهالي المختطفين لا نعرف معلومة واحدة عن أبنائنا وفي موضوع مختلف على صفحات المصر اليوم أيضا نقرأ أحمد الزند رئيس نادي القضاء يسلم رئيس الاتحاد الدولي للقضاء ملفا بالانتهاكات اليوم وننتقل إلى صحيفة الوطن الجيش يتحرك والجهاديون سنحاربكم تعثر مفاوضات تحرير الجنود والصاعقة تتأهب ومصدر عسكري الإفراج عن أي سجين خيانة والمحافظ الرئيس أمرني بضبط النفس وفي الوطن أيضا نقرأ السلفية الجهادية تهاجم مرسي وقيادي يطالب باغتياله وأفراد الشرطة يغلقون موانئ العريش احتجاجا على خطف الجنود أما صحيفة الشروق فجاء عنوانها الرئيسي مرسي يمنح الجيش الضوء الأخضر لتحرير رهائن سيناء 18 مدرعة وقوات من الصاعقة والمظلات تشارك في تمشيط العريش وعناد الخاطفين يعرقل المفاوضات وننتقل إلى صحيفة اليوم السابع المحكمة الدستورية العليا ترصد خمس مواد مخالفة للدستور في قانوني الانتخابات والحقوق السياسية الجيش يتحرك لردع الإرهابيين في سيناء والرئاسة تطلب التفاوض مع الخاطفين وجبهة الإنقاذ قانون الجمعيات الأهلية يعيد إنتاج الدولة البوليسية والقوى الثورية تضع خطة الزحف إلى قصر الاتحادية في الثلاثين من يونيو المقبل وأخيرا على صفحات الحرية والعدالة نقرأ مرسي يتابع أزمة المختطفين ويوجه إلى ضبط النفس لحفظ أرواح الجنود ويبحث مع إسماعيل هنية هاتفيا ملف المصالحة والأوضاع الأمنية بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية في الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا للزميل أحمد مهران على هذا الرصد يعني أستاذ هناك خوف من تمدد الجماعات الإسلامية في سيناء ولكن ما يحدث الآن بماذا ينبأ في مصر فات الأوان فالتقارير تتحدث منذ شهور ويجب أن نلتفت إلى ما يحصل في سيناء هناك تقرير منذ بضعة أسابيع للجنة العقوبات على ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي قالت فيه أن سيناء أصبحت منطقة تمر فيها الأسلحة التي تهرب من المخازن الليبية كان هناك تقرير في جريدة المصر اليوم منذ بضعة أيام يتحدث عن أن هناك في سيناء معسكرات للمتشددين الإسلاميين يتم تدريبهم وإرسالهم إلى سوريا يعني سيناء اليوم أعتقد أن أجزاء منها هي خارج سلطة الدولة المركزية وهي تستخدم في استراتيجيات لا تهدف أبدا الأمن إذن أنت تعني بأن الدولة فقدت السيطرة على هذه المنطقة؟ نعم الدولة فقدت السيطرة على أجزاء من سيناء هناك ألاف من المسلحين ليس فقط المصريين ولكن من دول عربية وغير عربية موجودين في سيناء يتدربون على السلاح وعلى جميع أنواع الأسلعة ومن ثم يذهبون إلى دول أخرى لسيما سورية لتنفيذ أجندات حتى هم لا يعلمون من يضع هذه الأجندات فإذا أين هي الدولة المركزية؟ لماذا هذا الضعف من قبل الرئيس المصري الذي نرى بشكل واضح أن هناك خلاف بينه وبين القيادة العسكرية على كيفية معالجة هذا الموضوع وإدارة هذا الموضوع الجيش لا يريد التنازل لأن التنازل بهذا الموضوع يعني التنازل عن سيادة الدولة على جزء من أراضيها والتنازل الصغير يجر تنازلات أخرى إلى التنازل الكبير نعم أيضا لافت هذا ربما ذكرته الصحافة المصرية في أحد العنوين الجيش يتحرك والجهاديون يردون سنحاربكم إذن هناك ربما مواجهة قادمة بين الجيش المصري والجماعات الجهادية المواجهة قادمة إن لم تكن في هذه الحادثة في حوادث أخرى لسيما أن هناك بعض الدول للأسف نقول بعض الدول الخالجية التي تدعم بعض القوى المتشددة ليس فقط في مصر ولكن أيضا في تونس وغيره هذه الدول للأسف الشديد ضعفت فيها الدولة المركزية وهذا ما أتاح المجال لدول خالجية ومنها دول صغيرة جدا وصحروية بأن تلعب دور أكبر بكثير من مساحتها الجغرافية ومن تاريخها وهذا الدور يتبين أنه ليس بناء فكل إضعاف لمصر التي هي قلب العروبة والتي هي الدولة المركزية العربية الأساسية يعني هو خدمة لأعداء العرب نعم ولكن هذا يطرح تساؤل وانعكاس تمدد الجماعات الإسلامية على الداخل المصري التمدد موجود وهو يتغذى من الخارج من أموال الخارج نعم ولكن نحن نتحدث الآن في منطقة سيناء نعم ولكن الخوف أيضا من تأثيرها على الداخل وعلى السياسة الداخلية وعلى الحراك والأمن الداخلي المصري الذين هم موجودين اليوم في سيناء لا نفوذ لديهم داخل مصر يخطئون بالطبع هناك علاقات وهناك تمدد خارج سيناء إلى الداخل المصري وسوف نكتشف ذلك بعد حين أعتقد أن تردد الرئيس محمد مرسي يضر في مصر وفي الأمن القومي المصري أعتقد أن موضوع سيادة الدولة على أراضيها يجب أن لا يتم مساومة عليه إذن أنت مع المواجهة وينهاء الموضوع أنا لا أقول المواجهة أنا ضد العنف بالأساس ولكن أنا مع أن الدول العربية تحفظ وحدتها بكل بساطة نعم أيضا في هذا الموضوع يجعلنا أو يدفعنا للتساؤل حول كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل مع هذه الجماعات الموجودة على الحدود هذه الجماعات لا تشكل أي خطر على إسرائيل بل هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تخدم مصالح إسرائيل وتنفذ أجندات تضعها أساسا دول لها علاقات علنية أو سرية مع إسرائيل وهي جزء من المشروع الأمريكي بالنسبة لي الأمور واضحة يعني الذي يتم تمويله من أصدقاء أمريكا ويتم دعمه بشتى الوسائل من أصدقاء أمريكا لا يمكن أن يكون ضد إسرائيل ولكن لماذا تحركت هذه الجماعات الإسلامية الجهادية الآن في عهد حكم الأخوان المسلمين ولم تتحرك في وقت سابق لأن أولا هي شعرت أن أصبح لها من القوة ما يكفي بأن تتحرك ثانيا لأنه يتم تحرك من الخارج في إطار الضغوطات على مصر لسيما من بعض الدول الخليجية يعني ليس سر أن المملكة العربية السعودية تخاف من الإخوان المسلمين ومن تمدل الإخوان المسلمين وما يحصل في الإمارات العربية المتحدة يدخل في هذا الإطار الحرب على الإخوان المسلمين في الإمارات يدخل في هذا الإطار صحيح أنهم في خندق واحد ولكن في تميزات واختلافات كبيرة بين هتين المدرستين من يمثل الحركات الإسلامية الإخوان المسلمين أم الحركات الوهابية الإسلام الوهابي هذا هو الخلاف وفي زيارته السابقة منذ شهر ونصف جون كاري وضع على أجندته محاولة إصلاح هذا الخلل ضمن الخندق الواحد نعم ربما نحن تحدثنا الآن عن سيناء ولكن بالحديث عن الداخل المصري قليلا جبهة أو القوى الثورية كما تصفها الصحف المصرية تدعو للزحف إلى قصر الاتحادية من جديد هل نشهد أزمة سياسية أزمة عنف قادمة في مصر أيضا مواجهات قادمة في مصر الأزمة مستمرة لم تتوقف يوما واحد وهي مستمرة وسوف تستمر لكن يبدو أن الفترة الماضية ربما كانت فترة هدوء تهدى تخفت وثم تعود لأنه في أزمة نظام في أزمة شرعية للنظام في جزء من المجتمع من القوى السياسية تعتبر أنه النظام يفتقد إلى الشرعية وهي عندها مشاكل ويتهمون إخوان المسلمين بحاولة الاستئسار في كل مفاصل السلطة نحن أمام أزمة طويلة ولكن للأسف الشديد أعتقد أن المعارضة المصرية ليست موحدة كما يجب ولها أجندات ورؤى مختلفة نعم سننتقل الآن إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج لهذا اليوم وهي فقرة إقراء إسرائيل مشاهدين صحيفة هارتس ذكرت بأن الاتحاد الأوروبي يؤجل وضع علامات على منتجات المستوطنات ومعريف كتبت مظاهرات عنيفة ضد الغلاء وتصدير الغاز نتابع هارتس الاتحاد الأوروبي يؤجل وضع علامات على منتجات المستوطنات في أعقاب طلب أمريكي يؤخر الاتحاد الأوروبي قرار وضع علامات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية عند تسويقها في شبكات التسويق داخل أوروبا موظفون إسرائيليون وديبلوماسيون أوروبيون أشاروا إلى أن القرار أرجئ إلى اجتماع سيعقد قبل نهاية حزيران يونيو بدلا من هذا الأسبوع موظف كبير في القدس أشار إلى أنه في الأسبوع الأخيرة توجهت إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية وطلبت مساعدتها في كبح أو تأخير القرار كما طلبت تدخل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لأن القرار حاليا يمس بمساعي كيري لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إسرائيل هيوم إخفاق خطر على الحدود مع قطاع غزة اكتشفت دورية للجيش الإسرائيلي مؤخرا تغرة كبيرة في السياس الحدودي شمال قطاع غزة بسبب هذا الخلل العملاني الخطر يتوقع هذا الأسبوع محاكمة قائد السرية التي كانت مسؤولة عن تلك المنطقة ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي اعترف نهاية الأسبوع خلال حديث له مع الصحيفة بأن الأمر يتعلق بخلل عملاني خطر وعلى الرغم من أن أحدا لم يتسلل عبر السياج اعتبر ضابط كبير في المنطقة الجنوبية الحادث يوم غفران بالنسبة إلى اللواء الشمالي في غزة الخلل العملاني الكبير هو الخلل الثاني الذي يحصل في منطقة عمل اللواء الشمالي خلال الأسبوع الأخيرة معاريف إزاحة الأسد تشكل تغييرا استراتيجيا جوهريا تتمسك المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي بالتقدير القائل إن إزاحة الأسد أفضل من بقائه فإزاحته في حال حصولها تشكل تغييرا استراتيجيا جوهريا يكسر الحلف الذي يهدد إسرائيل وتقدر جهات في المؤسسة الأمنية بأن هذا الأمر هو أحد الأسباب الذي يدفع إيران وحزب الله إلى نقل آلاف المقاتلين إلى داخل سوريا صحيح أن الأسد فقد مناطق كاملة في دولته لكن بحسب مصدر عسكري إسرائيلي لا يعني ذلك شيئا بالنسبة إلى انتهاء حكمه بالنسبة لليوم الذي سيلي الحرب الأهلية تميل تقديرات المؤسسة الأمنية بين نظرية سيطرة جهة واحدة على الحكم في سوريا وهذا الاحتمال آخذ في التضاؤل بحسب تقديرات إسرائيل وبين تقسيم سوريا على أساس ديني وطائفي أحدى وجهات النظر في منظومة الاستخبارات الإسرائيلية تفيد بأن الفوضى المتزيد في سوريا مجدية لإسرائيل في جميع الأحوال لأن الجيش السوري الذي كان يشكل تهديدا عليها آخذ في التآكل ومخزون صواريخ سكود لديه يتناقص الفوضى المتزيدة في إسرائيل مجدية بالنسبة لإسرائيل في سوريا في سوريا نعم طبعا هذا من الأمور البديهية يتم استنزاف الدولة السورية على جميع الصعود ويتم استنزاف أيضا الجيش السوري الذي تم بنائه في الخمسين السنة الماضية واستنزاف مخزونه من الصواريخ الباليستية ومن الأسلحة استراتيجية يعني هذه خدمة أفضل خدمة يعني أفضل ما يمكن أن حققته إسرائيل منذ نشأتها أو منذ العام 1967 نعم يعني هناك من يذهب في بعض تحليلاتها إلى أن الولايات المتحدة استطاع تحقيق هدفها في سوريا عبر تدمير البنية التحتية وتدمير الجيش بأقل الخسائر الأمريكية وعبر أيضا محاولة جر حزب الله لداخل الأزمة السورية صحيح أن الحرب الدائرة اليوم في سوريا لا تكلف أمريكا شيئا لا على صعيد المال ولا على صعيد الجنود بخلاف حربها في العراق التي كلفتها ستة ألاف قتيل وخمسين ألف جريح وثلاثة ألاف مليار دولار ولكن الأمور في خواتيمة يعني للأسف حتى لو ذهب العديد مئات الألاف من الضحايا ودمرت سوريا الأمور في خواتيمة يعني مثلا الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية فقد عشرين مليون من أبنائه ودمرت مناطق شاسعة ومدن ولكن انتصر في الحرب وهذا الانتصار سمح له بأن يعيد بناء نفسه وأن يصبح أقوى من مكان انظر إلى الضحية الجنوبية في بيروت التي تم تدميرها من قبل الطيران الإسرائيلي فالأمور لا تقاس بالعدد الشهداء والضحايا والدمار الأمور تقاس في خواتيم الصراع والحرب نعم ولكن لذلك لذلك تضغط أمريكا لذلك تضغط ممكن أن تكون أقوى مما كانت ولذلك تضغط أمريكا كي لا تنتصر الدولة السورية في هذه الحرب وهي تضع أمكانيات ضخمة بشكل غير مباشر وتزوج بكل أصدقاء وبكل معرفة وبكل تحالفات كي تقلب موازين القوى في سوريا إذن يجب أن نعلم أن الأمور هي في خواتيم نعم صحيفة تتحدث وتقول بأن إزاحة الأسد تشكل تغيرا استراتيجيا جوهريا في أي إطار يمكن أن يأتي هذا التغير الجوهري والاستراتيجي؟ يعني هناك حلف إقليمي يمتد من بحر قزوين إلى البحر المتوسط استطاع أن يهزم إسرائيل في زمن الهزائم العربية وأن يغير المعادلات نعم الهدف استراتيجي بالنسبة لإسرائيل هو كسر هذا التحالف وفي حلقته المركزية جغرافيا وسياسيا التي هي سوريا وأكد لك أن كل هذه الحركات المتشددة التي تدعي أنها معارضة لإسرائيل لا تشكل بالنسبة لإسرائيل أي خطر سوف تعلم كيف تتعامل معها لأنها لا تملك أي مشروع بينما هذا المحور الممتد من قزوين إلى البحر المتوسط يملك مشروع ورؤية ورؤى أساسا سمحت له بأن يحقق انتصارات مهمة تاريخية على إسرائيل إن كان في العام 2000 عندما سحبت إسرائيل من جنوب لبنان دون أي مقابل سياسي أو في العام 2006 عندما صمد بضعة ألاف من المقاتلين أمام آلة الحرب العسكرية ودمروا أسطورة الجيش الذي لا يقهر كل هذا تعرف إسرائيل أن الخطر الوجودي عليها يأتي من هذا المحور وليس من هذه الحركات المتشددة والمتطرفة التي تقتل يمينا ويساعة نعم أستاذ بول خليفة ربما وصلنا إلى خطاب حلقة اليوم أستاذ بول خليفة رئيس تحرير مجلة المجازين شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا لهذا اليوم مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة نلقاكم بإذن الله في يوم غد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة